ليه النهاردة الجماهير ما كانت شمالية استاد الكهيرة بصي بقى السهل اللي انا اقول لك لأ وازاي جمهور مصر مايروحش يدعم منتخبنا الوطني وانه ده مش صح وانه احنا لازم نبقى وراء المنتخب والكلام العظيم ده بصير بحب اتكلم كورة بحبش اقول شعارات جميلة ورنانة طبيعي على فكرة طبيعي جدا مباراة تونس وغينيا الاستوائية وتونس وصلت كاس العالم كان مفيش جماهير في الملعب مصر النهاردة اللي ماوصلتش كاس العالم والجماهير شوية محبطة ما كانتش فيه جماهير بالعدل اللي احنا عايزين كان فيه مجموعة رائعة من الجماهير بس ما كانتش فيه العدل المتخيلين ويعني منطق في اول تصفيات وزي ما قلت لك كده في الاول احنا منلعب التصفيات ديت على اساس ان احنا ان شاء الله هنسعد هنسعد و احنا بنفكر بس في كاس الأم الأفريقية ان احنا نكسبوا مش نسعد كاس الأم الأفريقية فالمباراة حماسيا ورغبة من الجماهير إنها تروح تشجع والكلام ده كله هتبقى أقل من مباراة حاسمة كبيرة عشان مباراة الحاسمة لمنتخم مصر حتى ما بنلاقيش تذاكر أصلا جميل كلها مصر كلها بتبقى عايزة تروح من غير لدعوة ومن غير لدعوة للمساندة ولا ده منتخم مصر روح وشجعه ولا الكلام ده كله ده على فكرة بطبيعة الحال في أي مكان في العالم لو المباراة هادية هتلاقي الجماهير قليلة لو المباراة مهمة وحاسمة هتلاقي الجماهير كتير إحنا بس اللي هنقوله دايما روح استمتع بمنتخب بلدك روح اففرج على محمد صلاح ونجوم المنتخب وكل اللاعبين في المنتخب روح شجع وساند ومبسط لو تقدر بس ما قادرش ألوم المشجع النهاردة ما قادرش عادي مباراة حتى اللاعبين بيبقوا متفاهمين ده بالمناسبة مش بيقوا مستدنيين عارفين إن المباراة الحماسية والحاسمة هي اللي بتجذب الجماهير النهاردة مباراة في مستهل التصفيات عارفيني إن احنا إن شاء الله ممكن نعمل فيها نتيجة كويسة عارفيني إن احنا نسعد لكاس الأهم الأفريقاء بإذن الله بدون مقطعة يعني عشان برضو لما بكر الكلمة دي مش معناه إن احنا ضمننا الصعود احنا عاكيد محتاجين نركز في كل مباراة عشان نكسبها حتى لو مباراة متخلينها إنها سهلة بس الطبيعي المنطقي إن احنا نسعد بسهولة نسعد بسهولة ده الطبيعي والمنطقي بس المسندة دائمة وكاملة لكل منظومة منتخب مصر مش والله مش فكرة إنه بنقول كلامه وخلاص عشيحنا في الإعلام لكنه اسمه منتخب بلدنا فمنتخب بلدنا هنسنده لآخر آخر آخر لحظة أي بقى مدير فني اسمه مدير فني منتخب مصر أي لعب يلعب لمنتخب مصر اسمه لعب منتخب مصر مسموش لعب لأهلي ولا زمالي ولا اسماعيلي ولا مصري ولا برمز ولا الكلام ده كله